راح نحناح شارك في انتخابات 95 وبعدين لما جا في انتخابات 99 طبعا مشارك 95 باش يمر ليامين زروال كان عسكر خير الجنرال وهو راح كتيس محلل يعني رحمه الله على كل حل راه مات لكن التاريخ تاريخ والأحداث أحداث والحقائق حقائق حتى لا يزيف التاريخ مرة أخرى لكن في 99 داروا الشيخ نحناح ضربة صدماته مات من بعد ثلاث سنوات والأربع سنوات مات وقالوا لي بعض الناس اللي تلقاوا أنه الصدمة اللي جاته درت له سرطان كاين مرات يجيك شوك يقدر يدلك سرطان فمات بسرطان ومات مصدوم لماذا؟ لأنه في 99 الجنرالات اللي خدمهم وقال لهم يجوز تدخل الجيش في 91 رحم الله الدبابة في 92 مشاركة في الانتخابات في 95 أنا شخصيا جادلت أنا وياه على قنوات وين يقول لي نحناح يقول لي بالليراني أن أنا نخدم في للديبلوماسية اللي انت هربت منها أنا نخدم في الديبلوماسية للنظام الجزائري اللي انت هربت منه آه نعم يشرفني أني هربت منها مش هربت خرجت نواجه بينما للأسف أنتم بما في الشيخ نحناح كنتم تكذبون على الإسلاميين والعرب اللي اتلقاهم في المشارك في دول المشارك في مصر في في كل بلدان اللي اتلقاهم وأنا اتلقاوني مرات بعدين اتلقيت بعض منهم يقولوني والله كنا كانت عندنا صورة مختلفة على ما كانوا يقولوني جماعة نحناح على ما يجري في الجزائر صورة خاطعة قرضاوي شخصيا تلاقيتو حدثت نوياه مطولا وأشار هو طبعا مؤدب لكن أشار بأنه مش هذه الصورة ومش هذه الأشياء اللي كانت تصل ولذلك كان هناك برنامج اعتقد في 97 أو في 98 على الأرجح في بداية 98 وكان في الشريعة والحياة وظهر فيه نتمنى اللي عنده هذا المقطع يبعثولي ظهر فيه الشيخ القرضاوي في الشريعة والحياة وظهر الشيخ نحناح وتدخل الشيخ نحناح فالقرضاوي لدغو صفعو قالوا يا محفوظ والله يا شيخ محفوظ لا تذكر انتو ما رجل في المعارضة ورجل في الحكومة هل تزموا خط معين وكان واضح الغضب بتاع الشيخ القرضاوي خاصة من الكذب اللي كان ينقلوا نحناح ومن مع نحناح للأسف ثم ماذا ثم في 99 إذن المخابرات الإرهابية تقول باللي نحناح ما دارش الثورة وبالتالي كان خاين طردوه ما خلاوش يشارك في الانتخابات الرئاسية فكانت فضيحة وهذه هي صدماته صدمة حقيقية خلينا نسمعوا انتو وش قلت وبعد نشوف واحد المقطع صراحة بعد ما شفته شفته غير منذ سنوات قلت قلت ما نشعارف هذا الخصة هذه تصل لهذا الحد مش معقول يعني قلنا نسمعه الجزء انتو قلتو موني عامل الترشح موني عامل الترشح بسبب التأسف بسبب الظالم موني عامل الترشح ولماذا لماذا من بين كل المرشحين وقع المقلب فقط للشيخ محفوظ لأنه كان المنافس الوحيد الذي يستطيع أن يصنع أن يصنع ثالث لأنه صانعه في 95 وزورت الانتخابات فالطبع لما الشيخ موني عامل الترشح بيعني الحركة وقعت يعني حقيقة في أزمة حقيقة يعبر عليه الشيخ موني وصار حلا بها وبعد يعني نقاش كبير وصعب داخل حركة كان القرار المؤسسات بدعم عبد العزيز بوتفليق لم يكن قرار فيه الإجماع طبعا كان قرار المؤسسات حتى ما فيش إجماع لكن كان قرار المؤسسات بدعم عبد العزيز بوتفليق صراحة قدرش نفهمها هذه أنا ذاك ومازالها كنتا كررتها لأن هذا الكلام في 2018 عبد العزيز بوتفليق اهما اللي تردوا عبد الشيخ نحناح وقالوا له أنت ما تشاركش في الانتخابات لأنه داروا قانون باللي إذا كنت مولود قبل ألف وتسعمية واثنين وربعين وما عندكش بطاقة أنك شاركت في الثورة الجزائرية فأنت خائل ولازم باش تروح لانتخابة الرئاسية تكون عندك بطاقة أنك كنت شاركت في الثورة الجزائرية كيفاش هذو اللي داروها النحناح يقولي نحناح يدعم بودفريقة اللي جابوه الجنيرالات كيف يستوي هذا كيف يستوي أن اللي تردوكم وخرجوا الشيخ نحناح بأنه خائل وهذي اللي آلمته فيما بعد كان واحد قال لي بل لي لا شيخ نحناح في الحقيقة شارك لكن مشاركة هات انت عشاب صغير أنا ذاك ممكن هو من موليد 39 ولا 41 أو فمشاركة بسيطة يعني لكن لم يكن خائنا وأنا قناعتي أن الشيخ نحناح لم يكن خائنا أيام الثورة هذه قناعة يعني مش عارف التاريخ يؤكدها ولا ينفيها لكن قناعتي هي هذه لكن طردوه واتهموه باللي أنه مشاركت في الثورة ورحتوا أنتوما تدعموه عند العزبوت في اليقاء أسوأ من ذلك خلينا نذكر الناس بهذا المقطع أسوأ من الذين ينفون بعادين إذا آلوا أسوأ من من يعدلون إذا قالوا أسوأ من من ينصفون إذا أخذوا مراقبة يحضر ويرحم الله ما هذه الأيدي ممتودة إليك تقبلها عندك بالصالحين الله ما لا تعدى إلينا خائبة الله ما لا تخيم آمانا الله ما لا تخيم آمانا رب إننا نرجوك بهذه الليلة وغفر إن شاء الله تعالى أن تجعل هذه القلوب منتجها كلها وأهدي الأيدي متجها كلها لكي إنجع هذا الرجل الكريم في جزائر الحبيبة الله ما اجعل الفتحة على يديه واجعل الفتحة على يديه واجعلنا من المؤيدين ومن الداعمين لهذا الرجل حتى يتحق الخير لوطننا وحتى تعود العزة والكرمة لوطننا وحتى يحس شعبنا من أنه شعب عربي المسلم والأبي الله ما اجعلنا مفاتيحة للخير مغالقة الشر اللهم اجعل مفاتيحة في يدي هذا الرجل الكريم يا رحمان يا رحمان اللهم اجعله إمام عادم في هذه الملاد اللهم اجعل المظالمة يزولوا على يديه اللهم اجعل الفقر يزولوا على يديه اللهم اجعل التحلق يزولوا على يديه اللهم اجعل الظل يزولوا على يديه حبا سألكم هنا رأوا زال تخلف وزال فقر وزال ظلم على يديه على يديه بوتفليق زال هذه كانت يوم أو يومين قبل ما يتعين رسميا بوتفليق رئيس جمهورية يعني قابل تزوير الانتخابات وانسحاب الستة ليلة قبل يعني نحنا اللي طردوه الجنرالات اللي هما جابوا بوتفليقة يروح يزكي اللي جابوه الجنرالات واش من الخضوح هذا واش من هنا لا هنا ما سامحوني على عبارة رجره ميت واني نترحم عليه واربي يغفرنا ويغفر له ان شاء الله لكن واش من زريعة واش من خيط واش من تعتذلل عقل شي يبقى في بيته بعد ما داروا له هذا الموقف يعني وخرجوا خايم مكاش بعد ثورة يروح يولي يدعم في اللي جايبين العسكر وجايبين الجنرالات بينما الستة الآخرين اللي مشاركين في الانتخابات قالوا رام العسكر جابوا بوتفليقة وحنا لن نشارك ليلة قبل وكان فيهم جاب الله وطالب إبراهيمي وأيتحمد وسيفي وحمروش والسادس يكون هو هذا العقيد الخطيب كلهم قالوا أن الجنرالات خيروا ساعات قبل الانتخابات ليلة اللي قبل وانسحبوا بينما اللي يتهموه بري أنه خاين يروح يدعي للشخص اللي جاي بينه الجنرالات وحطينه ثم هناك قاعدة إلهية لأن الله لا يسلح حمل المفسدين ألم يكن يعرف شيخ نحناح وانتم معاه أن أبوتفليقة يأتي من فترة كان فيها أيضاً فساد واختيالات واختلاسات وهو نفسه كان متهم بلغم الاختلاس ألم يقم شيخ نحناح ويسجن ويعذب في نهاية السبعينات قبل وفاة بومدين بأشهر سبعة وسبعين أو لأنه انقطع خيوط التليفون معارض للاشتراكية اللي كان يعتبرها كفر اللي كان بوتفليقة هو رقم اثنين فيها كيف يستقيم هذا وذاك كيف يستقيم هذا وذاك هل هذا خضوع هل هذا ركوع هل هذا ذل هل هذا نفاق والله لا أجد كيف أصف هذه الأسؤال ثم تخرج علينا أنتال يوم وعلى أساس أنه آخر لك يوم في رئاسة الحركة التي طبعاً لم يعد لها قيمة ولا تسوي شيء مثلها مثل كل ما يسمى بالأحزاب والحركات هناك انتهت لأن العسكر قتلوا السياسة وقتلوا الاقتصاد وقتلوا كل شيء ما خلاكمش حتى دور المهرج ما خلاكمش تكملوها كيف يستقيم تخرج لنا السيد الرئيس تبون والحوارات التي أجراها واللقاءات وما نشعارف كيف لأنك استقبلوك مرة ولا اثنين هناك تصبح بهذا الشهادة الزور بماذا تقابل ربك وأنتم تدعون التديون وتدعون الخوف من الله وتعلمون أن فيه يوم حساب وأعقاب كيفاش تقابل ربك بأنك تمدح شخص أدخل الناس للسجون غير في هذه السنين التي فاتت سجون بسمه رغم الناس في السجون اللي طالبوا بدولة العادل والحق والقانون كيفاش تدعم وانتما اللي قريتوا وتربيتوا على كتابة حسن البنة وعلى آخرين وعلى الصحابة الذين كانوا يتذورون جوعا ويعطوا للفقراء وعمر الذي قال والله لو عثرت بغلة في العراق لا سألني عنها ربي كل هذه الأدبيات اللي تشبعتوا بها وتحكوها وتدروا بها الدروس إلى آخره ثم تجي واحد العالم أجمع يعرف أن جابه العسكر ملايين الجزائرين قالوا تبون مزور جابه العسكر مكاش الشرعية جينتا سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس كيف تسيد منافق كيف تسيد مفسد كيف تسيد مجرم لأن هناك المتسيد لها معنى ما هيش بمعنى السيد أو السيدة يعني ما تعرفش اسمه ولا تذكروا بهذا اللفظ المسيو ولا لا دام ولا لا السيد هنا السيد هنا تسيد تنفيخ كيف وبعد يا ليت مثلا ما شفتش تبون عنده شهرين وثلاثة ممكن ما زال ما تشوفش هاي مرة ثلاث سنين وربع شهر أو ثلاث سنين وثلاث شهر يعني حاولي ربعين شهر والجزائر تخرق أكثر والناس تجوء أكثر والمعطلين بالملايين والمدارس هوت والطرقات أسوأ والمستشفى يتحدث ولا حرج كيف كيف تشهد بأنه رئيس وتشهد بأنه أقام من شعر في حوار وكيف ما هو سبب هذه الخيانة وهذه العمالة الخيانة للشعب الجزائري أما خيانتكم لله فهذا هو المرجح ولكن لا أحسمها قد يكون هناك من هو أعلم مني بالدين فيحسمها وعند الله تلتقي الخصوم أما خيانتكم للشعب فنحن نعايشها أما خيانتكم في التسعينات فنحن عايشناها والملايين ما زالوا يعانون منها كيف اليوم فقط توفت أم أحد المحكمين بثلاثين سنة ظلما وأدوانا لم يحمل سلاحا مزرهم في السجون حوالي ثلاثمائة شخص مزرهم في السجون منذ سجنوا منذ تسعينات كلمة ما قلتوهاش عليهم كلمة أو على الأقل لا نعرف أنكم قلتوه عليهم كيف كيف تسيدوا وتضخموا كيف لآخر لحظة وانت رايح تروح تنفخ فيه ما هذه الثقافة والأدب هل هذا هو حسن البنبل بالفعل وعبد القادر عودة وقائمة طويلة من زعامات طيار الإخواني رحمهم الله في الحقيقة أنتم إخوان مزورين لأن الإخوان الحقيقيين شفناها في تونس أيام بن علي وحتى الآن هم في السجون إخوان مصر قتلوا على العلن هم ونساءهم وأسرهم وراهم عشرات الألاف منهم في السجون وعشرات الألاف تشريد لكنكم إخوان مزورين لأن النظام الجزائري يزور كلش فانتم مشيتوا في التزوير مثل ما مشاوا سلفية السيسي مخابرات المصرية تحزب الزور وما شابهوا مع انقلاب السيسي مشيتوا انتم مع انقلاب نزار وكابرنات فرنسا المشكلة أنهم صفعوكم وصفعوكم وضربوكم وكنتم كل مرة تخرجوا آه انتخابات مزورة ثم ترحوا تجروا للبلايس اللي أعطاهم لكم كل مرة مكاش مرة جاءت انتخابات وما قلتمش ميش مزورة لكنكم تشاركوا وتساندوا والدليل أننا نحنا احتردوا وخرجوا خائر ومبعد راح يدعي لبوتفليقة اللي يجابه العسكر واللي يعرف أنه جاي من الفترة البومدينة اللي هو كان يعترض عليها وتخلف ذاك الوقت السجن على جالها قطع خيوط التليفون أو خيوط أي خيوط التليفون من جهة البليد ما هذا ما هذه النفسيات الذليلة ما هذه النفسيات الرخيصة ما هذه الثقافة التي تمشرونها وتبشرون بها لماذا الخضوع للرنجاز شدين عليكم ملفات أخلاقية أخرجوا وقلوا غلطنا وما تبقاوش في الديهم في الابتزاز ملفات أخلاقية ومالية أيضا أخرجوا وقلوا غلطنا وردوا الأموال إلى أصحابها ماذا وشدين عليكم لماذا تركعون وربنا يقول وَلَا تَرْكَنُوا الَّذِينَ عن نشر الرخص والترخص ألم يحين ذلك الوقت؟ ترجمة نانسي قنقر